بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة التي ان شاء الله هنتكلم عن الووتر والبلاريتي والبي اتش شوية نفاهيم ومصطلحات كده بسيطة بإذن الله طبعا زي ما احنا عارفين ان المية او الووتر هو اكتر مركب موجود في الكائنات الحية ربنا سبحانه وتعالى واجعلنا من الماء كل شيء حي في اي كائن حي هنلاقي المكون الاساسي ليه هو المية ولذلك المية بتحظى باهتمام شديد حتى على المستوى الكيميائي ومستوى الدراسة لان هي لها دور اساسي في كل حاجة سواء في التركيب او في التفاعلات كميديا لتفاعلات معينة او كعنصر مباشر في بعض التفاعلات الاساسية في جسم الكائن الحي او حتى في الطبيعة ولذلك هو بيقول لي ان المية او الاتش تو او ميديم لاغلب والمولوكيولز نفسها او بيسموها اللي هي المركبات الحيوية بتاخد الشكل والوظيفة بتاعها او جزء اساسي من او يعني انها تاخد الشكل والوظيفة بتاعتها بيكون بناء على الخاصة الكيميائية والفيزيائية للمية ده غير طبعا زي ما قلنا ان المية نفسها بتدخل بشكل مباشر فيه بعض الكيميائية الجزء بتاع المية زي ما احنا عارفين بيتكون من زرة اكسوجين وزرتين هايدروجين عشان كده عندنا الاكسوجين بتبقى السريبية الكهربية او الالكترونيجاتيفيت بتاعتها عالية ولذلك بتاخد الالكترونيات الرابطة ناحيتها كده يعني احنا زي ما احنا شايفين ادي زرة الاكسوجين ودي الاتنين هايدروجين اللي نربطين بيها كل اكسوجينة مع هايدروجينة كل واحدة مشاركة بالكترون فعملين الرابطة ان الرابطة بتتكون من الالكترونين زي ما احنا عارفين وهنا نفس الكلام والنقطة السامرة دي هي اللون بير اوف الالكترونز اللي هي الالكترونيات الحرة اللي موجودة في حوالين زرة الاكسوجين الالكترونيات دي زي ما احنا عارفين شوحنتها سالبة فبيحصل تنافر ما بينها وما بين بعضها فبتضغط شوية على الجزء الثاني اللي هو الجزء اللي فيه الرابطة ما بين الاكسوژين والهايدروجين فبيحصل ايه عملية الانحناء دي او البنت شيب نتيجة الايه التنافر قوة التنافر ما بين الالكترونات عشان كده بيقوللي ان جزئ الاكسوژين والهايدروجين اللي هو مكونين المية او جزئ المية بيبقى نن لينيار يعني مش مستوى يعني مش خط مستقيم كده لكن بيبقى منحني او بنت نتيجة الايه الاكسوجين. في نفس الوقت بيقول لي ان الجذيء الماية بيسموه بولر. ايه كلمة بولر? يعني بالبلد كده اقطاب. طب يعني ايه اقطاب? احنا عندنا زرة الاكسوجين اللي هيها سلابية كهربية عالية والهايدروجين السلابية الكهربية بتاعتها قليلة. فبيحصل ان الاكسوجين الاو دي بتشد الكترونات الرابطة نحيتها. طبعا هي ما بتنفصلش يعني الاو ما بتاخدش الكترونات وتمشي وتفضل الاتش لوحدها. لا هي بس بتجذب الاكترونات الرابطة نحيتها شوية. فده بيخليها تاخد شحنة بيسموها يعني شحنة جزئية سالبة زي ما احنا شايفين كده علامة دي. دي وبناءنا عليه طالما اتسحبت منه شوية الاكترونات الرابطة فبياخد فوجود الكلام ده بيخلي المراكب عندي اللي هو وجود حاجة شحنتها الاكترونيغاتيسات بتاعتها عالية كبيرة وحاجة الاكترونيغاتيسات بتاعتها قليلة بتتشد الاكترونيغات الربطة ناحية الحاجة الالكترونيجاتيفتي بتاعتها عالية وبالتالي يحصل واحد فيهم ياخد بارشيا النيجاتيف يبقى التانية على طول ياخد بارشيا البوزيتف فده بيسموه طيب ليه زي ما قلنا المية بيسموها بولر مولكيول انه زي ما قلنا الاكسجين الاكترونيجاتيفتي عالية الهيدروجين الاكترونيجاتيفتي قليلة فبيسحب الالكترونيات الربطة ناحيته الالكترونيات الربطة اللي هي هنا اللي هي ما بين الاكسجين والهايدروجين. انما اللي فوق دول دي الالكترونات الحرة اللي بيسموها اللون بيروف الاكترون اللي موجودة اصلا عند الاكسجين. ودي هي اللي بتعمل التنافر اللي بيخليه واخد الشكل المنحي ده. طب نبص على الكلام كده بيقول لي ايه? يعني السريبية الكهربية بتاعتهم قدرتهم على جذب الالكترونات ربطة مختلفة عن بعضها الاكسجين اعلى. وبناء عليه بيسحب الالكترونات نحيته شوية اللي هو الاكسجين. فياخد وده ياخد وفي نفس الوقت الاكسجين زي ما قلنا عنده اتنين او ماشي بيحصل ما بينهم تنافر وبين بعضهم كده وفي نفس الوقت ما بينهم وبين الاكسجين وما بين الهايدروجين وده بيخلي الجزء بتاع الماء ياخد الشكل المنحني ده مش الشكل اللينيار او المستقيم. وطبعا زي ما قلنا الاكسجين بياخد او شوحنة جزائية سالبة. والهايدروجين بياخد بارشيل بوزيتيف تشارج. طيب. الرابط اللي بتتكون ايه? الرابطة الاولى ما بين الاكسجين يعني جزيء الماء الواحد اللي هو اتش تو او. اللي هو ده. الاكسجين والهايدروجين بينهم رابطة تساهمية بيسموها كوفيلانت بوند. ماشي? طيب. الماء بقت تبقى اكتر من من جزيء ماء جنب بعض يعني اتش تو او. اتش تو او جنب اتش تو او. فبيحصل رابط تربطهم ببعض. ماشي? الرابط دي بتبقى عبارة عن رابط هيدروجيني الرابط الهايدروجيني تتكون لما جزء يقع مع بين زرتين اللي هم سالبية كهربية يعليا. نست bowlر هنا ادي جزيء او مع هاتنين اتش وانت جزء او مع هاتنين اتش. الهايدروجينة هنا واقعت من ال او بتاع الكزيء الماء الاولاني وال او بتاع الكزيء ماء اتاني يحصل تكوين على طول الرابطة لها المشارشرة يسموها رابطة هيدروجينية هذا أضعف من الرابطة التساهمية ما بين O وما بين H في المركب الأصلي رابطة كوفيلانت ما بين H عندما تقع ما بين زرتين اللي هم سلبية كهربية عالية يعني الأمن النحية والأمن النحية تتكون الرابطة التي يسموها الهايدروجين بوند طيب ممكن جزء الأكسوجين ده يعمل لي كم رابطة من الرابط دي ادي الأكسوجين هو رابط مع إتشايا ورابط مع كمان إتشايا وعنده تولينبير أوف إلكترون كده هو مكتمل وتمام والدنيا بتاعته كويس طيب جزء المياه نفسه بقى ممكن يعمل كم هيدروجين بوند قال لي ماكسوم أربعة يبقى أنا عندي أدي جزء المياه عمل رابطة مع الإتش وعمل رابطة مع الإتش والأكسوجين ماشي زي ما قلنا عمل رابطة مع الإتش ورابطة مع الإتش وفي نفس الوقت عندها تولينبير أوف إلكترون بناء عليه يقدروا يعملوا رابط هيدروجينية زي ما احنا شايفين يبقى كده الاكسوجين حواليها أربع إتشات همت وبناء عليه يبقى جزء المياه توتل أعمل لي أربعة هيدروجين بوند هيدروجين بوند كما قلنا فكرتها لأنني لدي زرية هيدروجين بوند يبقى زرية هيدروجين وقع ما بين اتنين لهم سليبية كهربية أدي الإتش رابطة هنا مع الإن ماشي وأدي الإتش رابطة مع الإن والنحية الثانية في أو أو في إن وكما قلنا هذه ماشي فكده الإتش اللي هي واخده واقع ما بينه تتشد نحية ايه الاكسوجينة بتاع المركب الثاني اللي هي عليها عشان كده بيسموا المركب ده اللي هو ناحية الشمال أكسيبتور لأنه بيسحب بيسحب آسف الهيدروجينة نحيته ماشي والمركب الثاني اللي هو فيه أصلا الهيدروجينة بيسموه دونر ماشي لأنه بتتسحب منه أو بيعطي الهيدروجينة يبقى الهيدروجينة بيخده ببارشها البوزيتف زي ما احنا شايفين وموجوده في المركب فده على بعضه بيسموه دونر والزارة في المركب الثاني اللي هي السلبية كهربية عالية فبيعتبر المركب ده أكسيبتور بيشد الهيدروجينة ناحيته فيعمله رابطة اللي هي الهايدروجين بوند طيب هذا الدونر ممكن يكون A ممكن يكون NH ممكن يكون OH لكن المركب الثاني اللي هو الاكسبتور ماشي بيكون زرة لها سلبية كهربية عالية يعني زي ال N زي ال O زي ال A ما احنا شايفين كده في ال في الستركشورز دي ادي هنا اكسوجينة اللي هي دي ودي كمان اكسوجينة واعتنا بينهم الهايدروجين الاكسوجين الاولية موجودة في ال R و H ماشي فهنا ال H وقتها partial positive المركب الثاني فيه اكسوجينة عليها partial negative وكده الهايدروجينة واعتنا بين الاكسوجين ثاني يبقى ايه اتكونت الرابط نفس الكلام هنا ده كربونية الجروبة هوت ماشي ودي نحيات المية من هنا ماشي ادي الاكسوجينة بتاع الكربونيل والاكسوجينة بتاع المية وقعتنا بينهم الهايدروجينة تكونت هيدروجين بوند من ناحية دي ومن ناحية دي ادي جزيق امينو اللي هو الايه ال R N H 3 ادي الاتشاية واقعة ما بين ال O وبين ال N يبقى تتكون الرابطة يعني الاكسوجينة هتسحب الاتشاية نحيتها شوية فتتتكون الهايدروجين بوند هنا ادي مجموعة كربوكسايل معرفن كربوكسايل ودي الاكسوجينة بالكربوكسايل واقعة ما بين اا اااها او واقع من ناحية والناحية التانية الاكسوجينة بتاع المية واخيということ واقع ما بينهم الهايدروجين بوند الهايدروجين بومد كل ما المركب اللي عندي حاصل فيه الكلام ده كل مكان بولر وبالتالي كل مكان بولر او كل مكان البولر جروبز يعني منتشرة فيه او موجودة فيه بكمية كبيرة كل مكان المركب ده بيسموه محب للمية او هيدروفيلك يعني كل مكان كمية المجموعات البولر في المركب اللي عندي كتيرة يعني كل مكان فيه بولر جروبز اكتر كل مكان هيدروفيلك او محب للمية اكتر الهايدروفيلك جروبز دي بتتكون بفكرتين يئمة هنكون هيدروجين جروب يئمة هيدروجين بوند يئمة ايه عن طريق الايونيك انتر اكشن زي ما احنا شايفين ادي جزيئات المية عليها بارشال نيجاتيف على الاكسوجينا ماجي وعندي ايون عليه بوزوتف تشارج او ايون عليه نيجاتف تشارج زي السوديم الان اي بوزوتف او السي ال نيجاتف فبيحصل ايه انجزاب ما بينهم فده بيسموه ايونيك بوند او ايونيك انتر اكشن ماجي الايون اللي هو مركب او مادة ماجي زي الان اي سي ال مثلا ماجي لما بتنزل في المية بيحصل التفكك بيحصل وتبقى الان اي بوزوتف والسي ال نيجاتف ماجي زي ما احنا شايفين كده فالان اي تروح النحية دي وعليها بوزوتف تشارج والسي ال تروح النحية دي وعليها نيجاتف تشارج ده بيسموه ايونيك انتر اكشن او ايونيك بوند النحية التانية ماشي مركب بولر زي اليوريا مثلا اللي هو الاي ان اتش تو سيدابل بوند او ان اتش تو ماشي اليوريا ده بيدوب في المية دي سولف ماشي ليه لان جزيقاته بتكون هيدروجين بوند زي ما احنا شايفين كده قد المية والمجموعة ال سيدابل بوند او اللي هي موجودة في اليوريا فادي اكسوجينة من ناحية وادي الاكسوجينة بتاع المية وقعتنا بينهم الهايدروجينة يحصل هيدروجين بوند فتكون هيدروجين بوند هيدروجين بوند فده كده بيبقى اي بولر يعني بيدوب في المية هوت او الناحية التانية ايونيك ماشي مزيقات المية لما بتختلط به المركب ده زي ما قلنا لان اسيل او سوديام كدورايد بتفككه لبوزوتيف ونيجاتف فهو بيقولني الهايدروفليك مولوكيولز اللي هي المواد المحبة للمية دي اللي هي بتدوب بسرعة في المية ماشي عشان كده بيسموها هيدروفليك هيدرو جاي من مائي وفليك يعني محب بتتكون من ايونز زي ما قلنا زي الان اي زي السي ال بوزف ونيجاتف او بولر مولوكيولز فبتتكون هيدروجين بوند مع جزيقات المية زي ما احنا شفين زي ما قلنا في اليوريا كده ماشي فجزيقات المية بتحوط الايون زي ما احنا شفين او بتحوط او البولر جروب او البولر مولوكيولز زي اليوريا ماشي و زي ما قلنا تحمله او تختلط به في السيليوجين عشان كده الحاجة دي ايه بتدوب في المية فبيسموها هيدروفليك طيب في نوع اخر من المواد بيسموها هيدروفوبيك ودي اغلبها بيبقى هيدرو كاربونز يعني ايه مركبات المين ستركشور بتاعها معتمد على الكربون والهايدروجين ماشي فدي بتكرها المية ما بتحبهاش عشان كده بيسموها هيدروفوبيك يعني بتبقى نون بولر جروب ما بتكونش هيدروجون بوند وي ما بتضبش في المية او مولوكيولز كونسيست اوف هيدرو كاربونز هيدرو كاربونز معناها كربونات واتش هتلاقي دايما ايه كربون واتش كربون واتش كده كده كدير بورلي سولابول في المية ماشي نون بولر ما بتعملش هيدروجون كالنوتفورم هيدروجين بون ماشي زي الايه الاستيرويدز والليبيدز الحاجات دي ايه ما بتضبش في المية طيب من اشهر الامثلة عليها بسموه تراي أسايل جليسرول او اللي هو عبارة عن جليسرول ماشي الجليسرول داي عبارة عن ايه سي اتش تو او اتش سي اتش او اتش سي اتش تو او اتش والبالميتك اسد ماشي فبيعمل لي حاجة اسمها جليسرايل تراي بالميتيت ده ايه فاتي اسد اهوت ماشي او بسموه تراي اصايل جليسرول ماشي هيدروكاربون زيه كربونات اتشاد كربونات اتشاد كتير وفي الاخر اللي قال ايه الاستربوند ده كده ايه مركب يسموه نون بولر او هيدروفوبك مولوكيول ده ما بيدوبش في الماء وطبعا كل ما كانت الهيدروكاربونز كتير يعني كل ما كانت شين دي كتير يعني مثلا عندي هنا عشر كربونات لو بقوا عشرين لو بقوا تلاتين لو بقوا خمسين كده المركب الهيدروفوبك بتاعته بتزيد وبالتالي بيبقى هيدروفوبك اكتر يعني بيكره الماء اكتر وبالتالي ما بيدوبش فيه طب في مركبات بقى بتبقى ميكس يعني المراكب في جزء منه بيدوب في المية وجزء منه ما بيدوبش عشان كده بيسموه Amphipathic Molecule او Amphiphilic Molecule يبقى انا عندي Hydrophilic بيحب المية بيبقى Polar او Ionic وبيعمل Hydrogen Bond عندي Hydrophobic بيكره المية زي الhydrocarbons والfatic acids وعندي مركبات بيتبقى المركب نفسه بيقبار عن مجموعتين او جزئين جزء منبرة كده زي ما احنا شايفين بيسموه Hydrophilic Head يعني راس بتدف المية او بتحب المية والجزء اللي من ناحية جوه بيبقى Hydrophobic Tail يعني جزء كاره المية او ما بيدوبش فيه زي ما احنا شايفين كده ايه الممبرين اللي بيحوط الخلايا مثلا بيسموه ايه جزء بتاع تكوينه او الجزء الخريجي من الممبرين بيبقى عادي بيدوف المية فبيسموه Hydrophobic Head والجزء اللي جوه اللي هو لونه اصفر ده بيسموه بيبقى عبارة عن Fati Acid او Long Chain Fati Acid ماشي Hydrophobic Tail بيبقى تيل عشان هو ايه شبه الديل كده فبيلاقي الراس مثلا مكون من Fosfate من Glycerol ماشي والديل ده مكون من Fati Acid مجموعات اللي فوق ده بتدف المية فبيسموه Hydrophobic المجموع اللي تحت الفati Acid بتكره المية بيبقى عشان يلاقي موظيفة معينة ان في مواد معينة انا محتاجها هتعمل وظيفة بالشكل الفلاني فلازم في جزء منها Head بتحب المية والجزء بتاع التيل بيكره المية المواد دي بيسموه هنا ايه Amphipathic يبقى انا عندي Hydrophobic Hydrophobic و Amphipathic لازم افرق بينهم كويس طيب هننتقل لجزئية اخرى اللي هتكلم عن فكرة H positive والOH negative والPH جات منين احنا زي ما احنا عارفين المية بيحصلها عملية ionization او تأيون او dissociation يعني تنفصل فتديني H positive وهو بيقول لي لما اجا شوف بقى pure water فيه كام اتشاية يعني كام اتش بوزيتف فبيقول لي واحد فعشر او اتسالي بسبعة مولر ده التركيز بتاعه ماشي يعني صفر وعلامة وبعدين ايه ست سبعة صفار وبعدين واحد فالحزبة كده رياضيا بتبقى ملغبطة يعني فعمله ايه؟ قالك بدل معه ده اكتب الارقام دي كلها فهقول واحد في عشرة أس سالب سبعة طب ماشي من عايزة ريح نفسي برضو من عشرة أس سالب سبعة دي وحط رقم صحيح قال لي باخد الأس السالب ده اللي هو ايه؟ أس سالب سبعة عشرة أس سالب سبعة يعني مثلا لو دي الـ H عشرة واحد في عشرة أس سالب تلاتة يبقى الـ H هتساوي تلاتة واحد في عشرة أس سالب اتنين يبقى الـ H هتساوي اتنين وهكذا كلما الرقم بتاع القص يتغير بس لازم يكون سالب فأنا بقول الـ H بتساوي سالب لغرة الـ H ماشي؟ وطبعا القيمتين متضدين يعني ايه؟ يعني كلما الـ H زادت كلما الـ H هتقل والعكس بالعكس يعني كلما الـ H ايه؟ لان زي ما قلنا سالب لغرتنا يعني ساوي لغرتنا واحد على الـ H فطبعا الـ H في المقام والـ H في البسط يبقى ايه؟ هنزود الـ H يبقى الـ H هتقل هنزود الـ H يبقى الـ H هتقل وهكذا فنبص هنا كده ادي الجدول هنا الـ H هوت 0121114 لان الـ H و الـ H بيساوي الـ 2 مجموعهم يساوي 14 مثلا لو الـ H برقم وعيز عرف الـ H يبقى ايه؟ هطرح من 14 يديني ليه الرقم التاني فزي ما قلنا الـ H بتساوي سالب لغرته من الـ H يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ اخترنا فكرة الـ H دي ليه؟ عشان ايه؟ نسهل شوية بدل من لعد نكتب الارقام وعلامة وعشرين تراتين صفر بعد العلامة فبنقول ايه؟ يبقى رقم يعني موجب صحيح وواضح وبسيط فانا بقول لي كل مزود الـ H عشرة ماشي؟ كله قاسف مزود الـ H عشر اضعف يعني اضرب في عشرة يعني ماشي؟ الـ H تقل بنسبة واحد ازاي؟ نبص هنا كده ادي واحد من عشرة ماشي؟ لو ضربتها في عشرة تبقى واحد ادي واحد من عشرة او عشرة واستسالة بواحد في الـ H لما اضرب في عشرة ماشي؟ يبقى تحول لوحد الناحية التانية في الجدول الاقي ايه؟ الواحد بقت ايه؟ بقت صفر يعني زلنا درجة واحدة بس طب الواحد من مية لو ضربتها في عشرة تبقى واحد من عشرة ماشي؟ هنا الـ H نزلت ايه؟ بدل اتنين بقت واحد وهكذا لو خدنا اي رقم من دول عشرة قصة سلب 13 ضربنا في عشرة بقى عشرة قصة سلب 12 يبقى تنزل من 13 ل 12 يبقى كل ما ايه؟ ما بزود الـ H يعني بضرب في عشرة كل ما بزود الـ H أضرب عفة عشرة بقلل الـ H بمقدار واحد فقط والعكس بالعكس بالعكس يعني كل ما زود الـ H واحد أقلل من الـ H بمقدار واحد على عشرة يعني ايه؟ يعني هنا مثلا خمسة في الـ H يعني عشرة قصة سالب خمسة ماشي؟ طيب لو انا زودت واحد في الـ H فبقى بدل خمسة بقى ست يبقى الـ H هيبقى ايه؟ عشرة قصة سالب ست يبقى تاني النقطة دي المية بتتأين يعني تبقى H موجب وH سالب عايز أعرف التركيز بتاع الـ H ده اللي عندي قد إيه؟ فقال لي لما بشوف البيورووتر قال لي بشوف التركيز بقى إيه واحد فعشرة قصة سالب سابع ماشي؟ فأنا عشان أعلم بقى ألغي حتة السالب والكلام ده قال لك هنستخدم اللغة ريتمات عشان إيه؟ نضغط الأرقام شوي وتبقى أرقام صحيحة ووطح فقال لي بستخدم البي اتش وحاجة تانية اسمها البي و اتش مش محل ذكرها دلوقت فالبي اتش دي قال لي بتساوي سالب لغة ريتم اتش أو لغة ريتم واحد على اتش ماشي؟ وبوناء عليه الـ H والبي اتش قمطين عكس بعض يعني أزود دي أقل للتانية أقل للتانية أزود دي طيب بقلل وزود بمقدار ايه؟ بمقدار ان انا بضرب في عشر ده بالنسبة للـ H يعني ضربت في عشرة الـ H زادت يبقى ايه؟ البي اتش هتقل بمقدار واحد طيب أسمت على عشرة بالنسبة للـ H ماشي يبقى الـ H قلت يبقى البي اتش هتزيد بمقدار واحد يبقى كل عشر أضعاف من الـ H وصدهم واحد فقط من البي اتش لأننا زي ما قلنا البي اتش دي هي ايه؟ سالب لغة ريتم الـ H طيب مشكلة بقى الموضوع ده ايه؟ ان هو احيانا الدماغ ما يبقاش مقتنع بيه يعني ما بيقول لي يعني الدماغ مش مقتنع بفكرة الايه؟ لأنه بيطلغبت شوية ما بين اللغاريتم وبين الرقم العادي ماشي؟ فبتبقى ايه؟ المفروض هنا هزود عشرة بأنني حد تاني هزود عشرة او حتى لو علاقة ضدية بانقص عشرة لكن ليه عشرة واحد لان زي ما قلنا انا بستخدم اللغاريتم يعني زي ما قلنا لغاريتم عشرة بواحد يبقى كل عشرة فاكتور زي ما قلنا كده ايه؟ اقدر في عشرة او اقسم على عشرة قصادهم واحد بس من البي اتش طيب لو انا ايه؟ الفرق اتنين بس مش عشرة قال لي لو انا الفاكتور عندي بالنسبة للاتش اتنين قال لي هييمثل تلاتة من عشرة من البي اتش طيب دي جات منين؟ لما نحسبها حتى على اقل حسب هلاقي لغاريتم اتنين بتساوي تلاتة من عشرة فنفتكر دايما ان احنا عشان كده بنستخدم اللغاريتمات فالارقامة ما تمشيش بالحزبة العادية بتاعتنا اللي هي واحد اصاد واحد واثنين اصاد اتنين والكلام لا كل عشر وحدات او كل عشر اضعاف من الاتش اصادهم واحد بس من البي اتش كل اتنين اصادهم تلاتة من عشرة طيب اخترنا لي تلاتة من عشرة ده بالمنطق كده اتنين من العشرة يبقى الخمس يبقى المفروض الواحد دي تقل تبقى مثلا ايه؟ اتنين من عشرة لا هي زي ما قلنا احنا بنحسبها كالغاريتمات فالخلاصة ان انا بقى فاهم ان انا بعتمد على اللغاريتمات فاللغاريتمات لها حزبة مختلفة واللي يهمني اكتر محل الاسئلة ان انا لما بزود عشر اضعاف في الاتش بقلل واحدة واحدة من البي اتش لما بقلل عشر اضعاف من الاتش بزود واحدة واحدة في البي اتش وخلي الجدول داي دايما قدام طيب احنا زي ما قلنا البي اتش الهدف منه ان انا احدد المركب اللي عندي ده نيوترال متعادل يعني ولا اسيدك يعني حمضي ولا بازك انا زي ما قلنا انا لو بيحصل له او ايونيزيشن بيبقى فيه اتش موجب وو اتش سالب زي ما احنا شايفين لو كمية الاتش اكتر ده بيبقى اسيدك وطبعا ايه لو كمية الو اتش هي الاكتر بيسموه بازك طب كارقام بقى انا عندي في النص سبعة ده النيوترال ده معناه ان الاتش والو اتش قد بعض بالزبط كده المركب نيوترال او متعادل نزلت كل منزل ستة خمسة اربعة بيبقى ايه بيماشي نحية الاسيدك وبالتالي كمية الاتش يعني اسيد دونية اتش ان اكوا السيليوشن يعني ايه الحمضة اللي عندي فيه اتشات كتير في السيليوشن اللي عندي طيب هل الستة اسيدك زي الاتنين او الواحد لا طبعا كل ما بنزل في الرقم كل ما قوة الاسيدتي بتزيد والنحية التانية كل ما بكبر في الرقم كل ما قوة الاسيد W بتزيد يعني ايه يعني انا لو عندي مركب البي اي предاتش بتاعه مثلا تمنية ومركب البي اتش بتاعه اتناشر مين مور بيزيك اللي اتناشر مااشي طب مين مور اسيدك هو ده كده مش اسيدك لان فوق السبعة بيزيك طب لو انا عندي سبعة يبقى نيوترال طب لو انا عندي مركب خمسة البي اتش بتاعه ومركب اثنين ومركب واحد لما رتبهم من ناحية الاسيدي هلأي ان ايه واحد ده اقواهم في الاسيدي بعديه اثنين بعديه ايه خمسة يبقى ما تحت السبعة اسيديك وكل منزل الاسيدي تزيد ما فوق السبعة بيزيك وكل ما اطلع البيزيستي بتزيد وبنان عليه كمية الو اتش بتبقى اكتر من الاتش ده في البيزيك كومباون او في البيزيك سوليوشن طيب ايه هي الاسد قال لي الاسد هي عبارة عن مركبات زي ما قلنا الاتش بروتون يعني اتش موجب والبيزيز مركبات اكسبت البروتون يبقى الاسد يفقد او يعطي بروتون والبيز بتاخد البروتون ده او بتكتسبه اللي هو الاتش موجب الاسد دي زي ما قلنا من تحت السبعة واحنا نازلين في البي اتش فعندي strong acids مثل HCL مثلا ويحصل لها complete dissociation ماجي يعني ايه كل ال H تطلع في weak acids مثل ال acetic acid مثلا بيحصل له limited dissociation يعني مش كل ال ايه البروتونز بتطلع او بتنفصل طيب في بعض ال ايه ال acids بتطلع في الجسم major acids produced in the body زي ال ايه الفosphoric acid ال lactic acid hydrochloric acid وفي حاجة بيسموها الايه الكيتون باطس عشان كده حتى في يقول لك الشخص ده عنده كيتو اسيدوزيز لانه ايه عنده فرطة في انتاج الكيتون باطس طيب بيتم انتاج حاجة بيسموها CO2 ماشي الانسان بيستنشق الهوى الهوى ده في اكسوجين وفي ساني اكسيد كربون وكلام من ده طيب لما بيرتبط بقى ساني اكسيد الكربون السي اوتو ده مع الميا الكربون دايوكسيد مع الميا ما الذي يحدث؟ الذي يتكون اسمه الكربونيك أسد هذا الكربونيك أسد هذا الكربونيك أسد يتكون لأحده أو يوجد عامل مساعد أو حفاظ الذي يوجد عامل حفاظ يقوم بعمل الكاتاليسز أو ينشط هذا الرياكشن يسمى الكربونيك أنهايدريز انزاي هذا إنزيم موجود ينشط عملية تحويل الكربون دايوكسايد والمية لكربونيك أسد وهو الـ CO3 بعد ذلك الكربونيك أسد يتحول لبيكربونيك وهو الـ HCO3 زي ما قلنا إيه الوال بروتون ده أسد هوت وطلع منه ديسوشيشن وطلع إيه بروتون جاي أصلا من سانيوكسايد كربون ومية في وجود ضروري ما ننساش الكربونيك أنهايدريز انزاي طيب زي ما قلنا أنا ليه بدرس أو بتعرض أو باستخدم مصطلح الـ لأنه هو أولا بيسهل لي من ناحية الحسابات بتبقى أرقام واضحة يعني أنا مثلا هجأ قرأ في تقرير أو في تكنيك معين عشرة واستسالة بسبعة أو رقم ست سبعة تصفار بعد علامة ده بيعمل لغبط إنما الـ H تديني رقم ست سبعة تمانية كلام من ده ماشي وأنا بستفيد به خصوصا في الـ تاع الجسم ماشي عن طريق تحديد الـ بحدد الشخص اللي قدامي في حالة نورمل ولا في حالة ممكن فيها مرض أو أعراض تؤدي إلى مرض معين كدلالة عليه طبعا النورمل بتاع الـ أغلب الـ بيتراوحة بين ستة لتمانية وطبعا الـ بتاع الجسم ماشي يعني السوائل اللي موجودة في الجسم زي مثلا الـ بيبقى سبعة واتنين من عشرة سبعة واربعة من عشرة في الـ ماشي وزي ما قلنا هو لازم يكون متعادل يعني أغلب السوائل في جسم الإنسان لازم الـ بيتراوحة هيكون متعادل ماشي يعني حوالين السبعة ما بين إيه سبعة لحد سبعة واربعة من عشرة أي تغيير فيه بيأصل على عمليات حيوية كتير وبيعمل مشاكل ولو أهملت ممكن تؤدي للوفاة ماشي عندي سوائل بيسموها الـ الـ الهدف منها انها تضبط الـ يعني عايز الـ بيئتش بيعندي سبعة فأنا بحط مادة الفكرتها إيه لو أنا عندي الـ الـ بحط بحيث بنسبة بحيث ان انا اوصل للـ لو الـ تزادت بحط زادت عن الحد اللي أنا عايزه بحطت أسد ماشي عشان يعوض او يوصل لـ بفكرة الـ ان انا عندي سائل عايز ازبطه على بيئتش معين عشان هي دي طبيعي دي اللي هتخليه يعمل النورمال فنكشن بتاعك حصل تغير بضيف ده لو انا بشتغل في المعمل برة بضيف بفر سيليوشن البفر ده على حسب بقى ايه المادة اللي عندي لو هي اسد او نسبة الاسد زايدة فيها يعني الـ نزل عن اللزوم بضيف بيئتش بمقدار معين معادلة بتبقى محسوبة بحيث ترجعهولي للبيئتش اللي انا عايزه اه طب البزيستي زادت بضيف اسد بمقدار معين بحيث ينزلهولي لي ايه للبيئتش اللي انا عايزه في الجسم بلاقي بفرز موجودة في الدم زي ايه الـ باي كربونيت والهيموجلوبين ماشي الـ او الحاجات اللي موجودة في الدم بتشتغل مع الكيدني ماشي عشان تطلع لي البروتونز الزيادة وفي نفس الوقت مع الـ عشان تطلع السيني اكسيد الكربوني الزيادة وبالتالي بحافظ على البيئتش في الـ اللي هو زي ما قلنا سبعة وثلاثة من عشرة سبعة واربعة من عشرة ماشي لان دي نقطة اساسية في الـ ومشاكل كتير بتحصل لو البيئتش داد غير شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله